قامت وزيرة الصحة والسكان دكتور هالة زايد بتفاقد أحوال المصابين في حدث الضرب الأحمر الإرهابي والموجودين بمستشفى الحسين الجامعي للاطمئنان عليهم وكان بيرافق الوزيرة اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة واللي اطمئن على حالتهم وتقديم الرعاية لهم دكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان قال إن الإصابات من بسيطة المتوسطة وتتراوح ما بين كسور وجروح سطحية وشضايا في أماكن متفرقة من الجسد أشار إلى أن جميع المصابين بيتلقوا الرعاية الطبية اللازمة وحالتهم الصحية حتى الآن مستقرة